بسم الله الرحمن الرحيم خلوا نسوي البرنامج اللي نسوي شفناه في المثال السابق الـ Simple Program نروحي نقول New Java Project نسميه البرنامج هذا نسميه نسمي البرنامج هذا Simple مثلا أو أي اسم تبغاه المهم أنه اسم البرنامج نجي هنا نسوي New Class أو البرنامجنا ونسميه Symbol Program لاحظنا الاس كابيتل البي كابيتل ما فصلنا بينهم بأي مسافات نبغى نشير الباكيج هنا ما نبغى باكيج فهذه أشياء قلناها ملاحظات سالقة تقدر تحط باكيج لكن فاهم مش الباكيج بس مما أنه ما شرحنا الباكيج لأنه خلا كده فائح لاحظني إذا بغيت أكتب كلمتين أستخدم ما يسمى بالكامل كيس أو طريقة كتابة الجمل أو كده إنه الجمل له سنمات فهنا كل كلمة عشان تبينها من الكلمة اللي قبلها تحط الحرف كابيتل زين هذي يسمونا الكامل كيس أو طريقة كتابة الجمل يعني فنجي هنا نحط بابلك static void mail finish الآن نجي لبرنامجنا زين طبعا أنا حافظ البرنامج من قبل فخلوا كنتم سوي له نسخ لأسق البرنامج هذا هو البرنامج مضبوط هذا هو بالضبط البرنامج اللي شفناه قبل طيب خلنا نشوف الآن كيف تنفيذ البرنامج نتأكد أنه فعلا البرنامج ينفذ زي ما توقعنا قبل رأنا جواب program خلنا نشوف هنا نسى شوي بس sum سوي 15 sub 5 mal 50 div 2 وهذا هو فعلا ما sum سوي 15 sub 5 mal 50 div 2 إذن بالضبط الـ output حقنا تنفيذنا البرنامج كان صحيح زي ممكن أنك أنت تجرب الآن أو مهم مو ممكن مهم جدا أنك تجرب أنك تكتب البرنامج حاول تكتبه حفظ إذا كنت ما كتبته قبل وتجرب تنفذ البرنامج تتأكد أنه ينفذ معك طيب الآن نبي شوف بعض الأشياء أو بعض الأشياء المسموحة أنك تسويها يعني تغييرات بسيطة في البرنامج لكنها مسموحة لك التغيير الأول هو كالتالي أولاً اللي راح نقول int num1 فاصلة num2 ونضع فاصلة منقوطة ثم بعد كذا راح نشيل الـ int اللي هنا والـ int اللي هنا وش سوينا التغيير هنا بكل بساطة فصلنا فصلنا زي بين العمليتين اللي هي عملية declaration عملية الحجز في الذاكرة تعريف الـ variable وحجزه في الذاكرة وبين عمليات الـ مضبوط تذكر هذه مهمة جداً الآن فرصة مهمة جداً للتبكير بالشيء التالي الـ variable تحجزه مرة واحدة في الذاكرة لكن تسند له أي عدد من المرات مضبوط يعني مثلاً مثلاً لأي سبب يعني لو كان هناك سبب مثلاً معين وأردت أنك تغير قيمة variable num2 مضبوط فممكن تجي هنا في مكان ما في البرنامج مثلاً تبغى تغير variable num2 هنا فتقول num2 gets 9 تمام وش راح يصير الآن في البرنامج البرنامج راح يبدأ التنفيذ راح يحجز num1 و num2 سويها مرة واحدة بس بعد كده حط قيمة 5 في num1 حط قيمة 10 في num2 يحسب لنا sum و و و إلى آخره وإذا وصل هنا يروح num2 ويغير قيمتها بدل ما هي 19 تكون قيمتها 9 تمام خل مثلاً نغير قيمتها 20 مثلاً نعرفين 20 تقسيم 5 يقينا 4 خل نشوف ننفذ البرنامج ونشوف كيف يطلع التنفيذ فطلعنا depth 4 فعلاً واضح؟ مهم جداً هنا خل نشوفها في الميموري كيف صار زين نحن نجينا واضفنا في المكان هذا غيرنا قيمة num زين نخل اكتبها إن num gets 20 تمام في المكان هذا غيرنا قيمة num2 عفوا num2 num2 وليس نعم num2 num2 gets 20 ما الذي صار هنا أول شيء طبعاً نحن نعرفين num1 و num2 نعرفينهم خالصين هنا تمام لما جاء السطر هذا ينفذه الكمبيوتر قل آه أوكي الآن تبغى تغير قيمة num2 حلو نجي نشيل القيمة السابقة الموجودة اللي هي القيمة 10 نشيلها مضبوط طبعاً num2 تبقى موجودة فشلنا العشرة هذه وحطينا مكانها 20 بس بكل بصالة هذه ميزة ممتازة جداً في الـ variables تقدر تغير قيمته بأي وقت في البرنامج تبغاه تقدر تغير قيمته 10 مرات 20 مرة متى ما بغيت لغرض يعني معين في البرنامج لتغير قيمة الـ variable بس زين فإذا هنا البرنامج ينفذ 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 طبعاً هنا حط قيمة 10 في نمتو زين ينفذ 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 ماذا نمتو 10 نمتو 10 جاء هنا قالوكي رح نمتو هنا شلي العشرة اللي كانت موجودة بحط لي 20 فشال العشرة بحط 20 لما جاءت القسمة هنا قسم لي 20 تقسيم خمسة بينما هنا كان ضرب 10 في خمسة هنا عشرة ناقص خمسة في كل شوي نمتو هنا عشرة نمتو هنا عشرة نمتو هنا عشرة هنا نمتو عشرين وليست عشرة لأنها تغيرت هنا فإذا نرجع مرتائعنا البرنامج إذا عندنا هنا عمليتين في عملية declaration أو تعريف المتغير وفي عملية الإسنات ل المتغير ويجب أنك تفصل فيما بينهم تعريف المتغير نعرفه مرة واحدة فقط لكن الإسنات للمتغير نسند للمتغير أي عدد من المرات أحط هنا مثلا أفرض أني كل شوي أغير قبل كل العملية سأغير نمتو إذن أخل هذه هذه قيمة عشرة هنا بحط مثلا قيمة خمسة عش مضبوط هنا بحط قيمة مثلا ثنعش تمام بغضا نظر عن السبب بس عشان أعلمك يعني أن البرنامج شفها الآن لما نجي نفذ البرنامج تنفيذ البرنامج الآن لاحظوا أنه أعطانا المجموع اللي هي خمسة زايد عشرة خمسة عشرة مجسط الطرح خمسة عشة ناقص خمسة اللي هي عشرة كان قبل عشرة ناقص خمسة اللي هي خمسة لكن الآن صارت خمسة عشرة ناقص خمسة اللي هي عشرة لما جاء هنا للضرب أصبحت اثناش في خمسة اللي هي ستين زين اثناش في خمسة بستين لما جاء القسمة هنا غيرنا صارت عشرين صارت عشرين تقسيم خمسة وهي أربع فإن تقدر تغير قيمة البرنامج أي عدد من المرات المهم والخطأ اللي يجب أن لا تقع فيه أبدا أنك لا تستطيع أنك تعرف البرنامج مرتين مضبوط أو واحد يشوفها أنه تعرف البرنامج مرتين أو واحد يقول لك أنك تعرف two variables متغيرين بنفس الاسم يعني معنى أنك ما تقدر تيجي هنا وتقول أنت نمت 12 على طول عطاك يرور قلك هذا نمت وهنا نمت أنت عرفت عرفت متغيرين بنفس الاسم يقول لك الإكليبس أو ممكن يقول لك أنك أعدت تعريف البرنامج وهذا غير مسموع أو تيجي فوق هنا يقول لك duplicate local variable num2 يعني معنى في double في double الـ variable هذا الـ variable هذا عرفته مرتين الاسم هذا استخدمته مرتين two variables مختلفات مزين وهذا شيء لا يصح فممكن أنك إذا كنت تبغى variable جديد ممكن تحط تسمي num3 مثلا ونحل هذه المشكلة مزين هذا variable جديد variable مختلف تماما عن num2 فإذا كنت تبغى num2 فإنك ما يحق لك أنك تستخدم الاسم هذا ما يحق لك تعرف two variables من نفس الاسم فإذا الاستفدنا من هنا أننا ما نستطيع نعرف two variables ما نستطيع نعرف الـ variable أكثر من مرة زين لكن نستطيع ننسنت للـ variable أي عدد من المرات اللي نبغاها مضبوط وهذا استفدناه لما فصلنا عملية التعريف عن عملية الاسناد نستطيع ندمج التعريف مع الاسناد مرة واحدة نستطيع نفصل بين التعريف والاسناد التعريف اللي هو حجز المكان في الذاكرة والاسناد اللي تحط فيه القيمة أخيرا لا يمكن أنك تسند الـ variable قبل ما أنك تعرفه يعني هذا غلط تمام لاحظت ما أعطاك error هنا ولا أعطاك error هنا زين أعطاك error هنا فقط ليش هنا نمتوا قال لك اوكي معرف أن نمتوا هذا موجود شف حتة الإكلبس أعطاك يقول لك هذا نمتوا هو نفسه نمتوا هذا هو نفسه نمتوا هذا نفسه نمتوا هذا نفس الـ variable هذا تمام أعطاك إليك لبس لكن هذا الكلام على المفروض التعريف يجي قبل الإسناد هنا لما يجي الكمبيوتر ينفذ تذكر الكمبيوتر يمشي السطر هذا بدين السطر هذا بدين السطر هذا وهكذا لما يجي أول شيء ينفذ السطر هذا أول تعرف الـ variable بعدين تقدر تستخدم الـ variable تسند له قيم أو تقرأ هذا خطأين مهمات جدا هنا مهم جدا الترتيب الترتيب مهم جدا تذكر تعريف البرنامج الذي ذكرناه فيه فيديو في البداية قلنا أنه سلسلة من التعليمات متسلسلة ومرتبة ومنتهية نضبوط مجموعة من التعليمات متسلسلة ومرتبة ومن تاحية هذا شيء مهم جدا إذن مرة ثانية نستطيع أن نفصل تعريف الـ variable عن عمليات الإسناد له نستطيع أن نعرف الـ variable مرة واحدة فقط مضبوط نحجز مكان في الذاكرة الـ variable مرة واحدة فقط لكن نستطيع نسند الـ variable أي عدد من المرات نبغاه هذا يقع الشيء الثاني الشيء الثالث لا نستطيع أننا نعرف نسند الـ variable أو نستخدم الـ variable سواء نسند له أو نقرأ منه كثيرة قبل ما أننا نعرفه عرف الـ variable مرة واحدة استخدم الـ variable أكثر من مرة بشرط بعد ما تعرف variable وليس قبل ما تعرف variable أتمنى أن تكون الأشياء هذه مهمة جدا وأخيرا لا يمكن تعريف متغيرين بنفس الاسم أو بعبارة واخرى لا يمكن أنك تعرف المتغير أكثر من مرة تعريف المتغير يكون مرة ومرة واحدة فقط قواعد هذه مهمة جدا قواعد هذه للجافة فقط في لغات ثانية تختلف نوعا ما عن قواعد الجافة هذه فإذا كنت قبل تعلمت أي لغة فرمجة ثانية راح تلاحظ أنه قد يكون في اختلاف بين القواعد بين الجافة أو بين غيرها نحن ندرس جافة فهذه هي القواعد اللي نحتاجها في جافة أرجو أنك تكتبها في ورق وما تنساها أبدا وتطبق وتجرب فيك لتشوف كيف يعطيك الأخطاء والخط الأحمر